أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله نبدأ مع بعض محاضرة أرجو أن تكون مفيدة للجميع بإذن الله وأرجو أن نحن نقدر نلقي بعض الضوء على مفهوم التنمية المستدامة وإيه أهداف التنمية المستدامة للعالم كله شغال عليها دلوقتي ونشوف الكلام ده كتطبيق من تطبيقات التنمية المستدامة على بقعة من بقعة مصر الغالية أرجو أن يكون الطرح يتواءم مع المفهوم اللي عايزين نوصله وإزاي نقدر نتفاعل معاه وإزاي يكون له دور فعال لإعلاء أهداف التنمية المستدامة على مستويات جميعاً للوطن العربي عموماً ومصر على الخصوص بدايةً كده لما نجي نتكلم على التنمية المستدامة والتنمية الحضارية أي مجتمع عمراني أي مجتمع له التوجه أنه يبقى في مفهوم حضاري عالي بيبتدي يخش على مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة وده بقت توجه عالمي كان في الأول يعني إرهاصاته كانت إرهاصات ما هياش قوية يمكن الكلام اللي إحنا كنا في مرة عرضناه عن العمارة الخضراء والعمارة البيئية كنا بنترح فيها مفهوم التدرج اللي حصل في المجتمعات عشان تصل إلى هذه المفاهيم المستحدثة من العمر المفاهيم دي كلها لم تكن من قبل موجودة لكن كانت المجتمعات بتشتغل بيها بدون يتحطلها أسامي وشعرات ويمكن حتى مفهوم كلمة التنمية والسدامة ممكن ظهوره كان سنة سنة سبعة وتمانين أو سنة سبعة وتمانين في القرن الماضي وده كان بيتكلم على التأثير النمو الاقتصادي الزيادة قوي وتأثير الجلوباليزيشن أو العولمة على المجتمعات فهل التأثيرات دي كان محتاج أن يتوضح فيها ما هي الأثار السلبية لهذا النمو الاقتصادي والعولمة وهل الأثار السلبية دي هيت يعني يجي كلمة الأثار السلبية يعني النمو الاقتصادي للدول كان بيعتمد على أنه يعلي مثلا مفاهيم الصناعة أو حتى مفاهيم الزراعة لم يكن المجتمعات تعي أن الصناعة كانت أحد الأسباب الرئيسية كأسباب سلبية للتأثير على استدامة الحياة والحضر والمجتمعات بصرحة عنها وهنا كان لازم يطلع فيها تركيز أكتر من المجتمعات ومن الأفراد علشان يستوعبوا أن التنمية المستدامة لاهق لها تأثير كبير جدا على التنمية الاقتصادية في أي دولة وطبعا تفاعلات المجتمعات كانت بتبقى الأثر فيها إما أنه عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية ثم الشركات أو الهيئات الربحية والغير هادفة للربح ثم الأفراد لكن بيعلى قوي قوي المفاهيم دي هي أنها تبقى مؤكدة وموثقة لما تكون خارجة من هيئات ومنظمات دولية وهنا يظهر التقرير اللي اتعامل سنة 2007 كان اسمه مستقبلنا المشترك وده كانت عاملة لجنة من اللجان الأمم المتحد اسمه لجنة العالمية للتنمية والبيئة وبيظهر فيها إعلاء قيمة التنمية المستدامة مفهوم كلمة التنمية المستدامة وده كانت بدايات الكلام بقى على أساس أن احنا نقول والله أن احنا عايزين نوصل للمجتمع الدولي كله مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة وإزاي أنها تبقى لها تأثير على مستوى المجتمعات في كل قطر وفي كل بلد وعلشان تبقى العملية أكثر يعني بقولا في العمق ابتدى يبقى التنمية الحضرية أو التنمية المستدامة بصفة عامة ابتدت توجد لها أسباب رئيسية وقوية علشان يبتدي المجتمعات تاخد بالها منها ابتدت تحط كل السلبيات اللي موجودة في المجتمعات وإزاي أن هذه السلبيات سواء كانت حروب أو مجاعات أو كوارث أو حتى التغير المناخي إزاي أن كل الأسباب دي كلها مجتمعة أو منفردة بتوصل إلى أن إحنا لو ما فيش حد بيهتم بيها لو ما فيش حد بيعلي قيمة أو الأثر الغير إيجابي لهذه المشاكل على مستوى المجتمعات أنها هتأدي إلى أن إحنا نفقد الحياة على الكرة الأرضية وحنفقد التواصل المجتمعي بيننا وحنفقد الحياة المستقبلية للأجيال القدر هنا كانت النقطة أن خلينا نقول طيب عايزين نحط شوية ركائز نقدر نبني عليها إزاي يعلى كلمة التغير المستدامة فكان أهم ثلاث ركائز رئيسية اللي هي الركيزة البيئية والركيزة الاقتصادية والركيزة المجتمعية فلازم يظهر في الركيزة الاقتصادية أن يكون فيه نمو اقتصادي والنمو الاقتصادي ده هو يكون مش بس بيغطي احتياجات المجتمعات ولكن كمان بيحافظ على البيئة علشان ما تبقاش هذا النمو برضو بيؤثر بالسلب على المجتمعات فبالتالي حيظهر العلاقة ما بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية والعدالة المجتمعية احنا بنقصد فيها أن المجتمع كله يصل من الفوائد في البيئة اللي هو عايش فيها ولا يكون فيه حكر فئة عن فئة حتى في توزيع الثروات حتى في توزيع المحافظات على الكينات أو الأماكن والبيئات المختلفة اللي عايش فيها التنوع العالي للمجتمعات في كل دولة وبالتالي لازم يعلم عنا كمان حكة الحفاظ على البيئة بصفة عامة بمكوناتها كلها بالكامل فلازم يبقى فيه توجه إزاي نخلي البيئة في أي مجتمع هو بيئة قابلة للاستمرارية بيئة يتعايش فيها الحاضر مع المستقبل بطريقة فيها تناغم ما يكونش فيه دور من الحاضر على المستقبل علشان تكون أحد الأسباب من اللماء اقتصادي الغير متوازن لحد لما ظهر في سنة 2015 في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة وهنا ابتدى يظهر أن يكون فيه أهداف الناس تشتغل عليها أو الدول تشتغل عليها والأهداف ده هي بعد رخصات كتيرة وبعد رخصات كتيرة توصلوا أن الأهداف ده هي مجملهم هما السبعتاشر أهداف وطلب من الدول بالموافقة على هذه الأهداف وقدوا فترة زمنية لحد سنة 2030 إن كل الدول تحاول تغطي الأجندة بتاعت هذه الأهداف اللي هما سبعتاشر هدف دول طبعاً مقبول جداً إن فيه دول مش لازم تكون واخدت سبعتاشر هدف كواملة يعني فيه دول داخل ليس لها في الحياة البحرية كتير فبالتالي هو بيحاول يطبق أكبر قدر ممكن من الأهداف ده هي وكان التفاعل بين الدول ده هي إن 195 دولة وفقت على إنها تعتمد هذه الأهداف كخطة استراتيجية لها حتى 2030 كلام ده سنة 2015 وهنا بيعلى فيها قيمة إن توحيد فكرة البناء المجتمعي المتكامل للاستدابة عن طريق هذه الأهداف اللي بيجتمع عليها البشر كلهم علشان هو ده اللي هيعلي التنمية في مجتمعاتنا مش عايز أقول بالتساوي لكن بقدر أكبر من عدم الجورة على الآخرين طيب علشان نبتدي نستوعب تاني مفهوم التنمية المستدامة لازم يتوجد له تعريف فمن هذه التعريف إن التنمية هي التي تفق إحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة جديال المستقبل على الوفاء ده اللي احنا بنقول إن احنا عايزين لما يبقى فيه مجتمع موجود ومدعايش ومحتاج إن يقوى فيها اقتصاده إنه يكون الاقتصاد بتاعه ما يضغاش على حق المستقبل وحق الأجيال المستقبل في المعيشة يعني مش معنى إن أنا عندي مجتمع كبير في منطقة ما إن أنا أستغل الأرض بالكامل وما سيبش أرض للأجيال القادمة أو إنه أستنزف الموارد الطبيعية اللي موجودة في هذا الأرض والاستنزاف هنا هو أو أب يبقى بصورة جائرة جداً بصورة تؤدي إلى عدم توازن حتى كمان في بيئة المكان وبعدين بنلاقي تعريف تاني هو تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وتنغمة وتعني أو تعني بتحسن نوعية الحياة مع حماية النظام الحيوية وفيه تعريف تارتة هي التنمية التي تقوم أساساً على وضع حوافز تقلل من التلوز عايزين بقى إيه؟ نفهم بقى دولة إحنا بنحاول نحافظ على المستقبل طب هنحافظ أن نحافظ على المستقبل إزاي؟ قلنا أول حاجة إنه لا يكون في جورة على احتياجات المستقبل فبالتالي من ضمن الحاجات اللي بيبقى دائماً وأبداً بيعلى فيها حتة كلمة الجورة على حقوق المستقبل إن إحنا بنستهلك المصادر الرئيسية وبالتالي بيحصل تلوز شديد جداً جداً وبيبقى التلوز زي نتيجة الصناعات الضخمة والاستهلاك العالي لأفراد المجتمع اللي بيها نلاقي كميات التلوز اللي أصابت البر والبحر نصفة عامة وإزاي بقى إن إحنا نحاول في مفاهيم التنمية المستدامة إن إحنا نقلل حجم النفايات والمخلفات ونقلل كمان لاستهلاك وخاصة ما يخص استهلاك الطاقة واستنزاف الطاقة ومصادر الطاقة الطبيعية الرئيسية أنا لا أتكلم عن الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة كانت أحد الحلول لتقليل استهلاكنا للفوزفويل أو الطاقة الطبيعية سواء كانت الفحمة والكول أو حتى البترول ومشتقات ومن الحاجات اللي كانت برضو بيهتم المفهوم التنمية المستدامة فيها كعناصر رئيسية هو استهلاك المجتمعات للمياه واستهلاك الموارد الحيوية استهلاك المجتمعات للمياه الصالحة للشرب أدى إلى إن في بعض المجتمعات بقى عندها فقر مائي شديد جداً وبالتالي بتحاول إنها تغطي هذا الفقر إما إنها تغطيها بالقوة عن طريق عمل مشاكل مع المجتمعات اللي حاولين منها المحيطة أو إنها بتحاول استمزف مواردها المالية والاقتصادية في إنها تعمل معالجات للمياه الموجودة سواء كانت المعالجات دهية المياه في القصة غير صالحة للشرب من الوحية تزيادة زيادة زي المجتمعات اللي هي موجودة على المحيطات والبحار ودي كلها حلول بتستنزف موارد الدولة علشان يعلى فيها قيمة الاستهلاك المياه طبعاً الكلام ده وابت برضو نفس القصة بالنسبة لموارد الحيوية يعني ايه الموارد الحيوية كل ما هو حيخش فيه أي صناعات أي زراعات أي مكونات لمجتمعات يعني مثلاً الغذات يعني الاحتياجات للأكل للشرب وهكذا طيب الهدف الحداشر من الأهداف السبعتاشر ده بيتكلم عن المجتمعات والمدن أو الحضر أو المكونات الرئيسية للمجتمعات دهية فبنحاول إن احنا نشوف هذه المجتمعات أو هذه المجتمعات إزاي تتعاش في مدن مستدامة إيه هو الأثر البيئي لهذه المجتمعات وإزاي نقدر نوفر لهم حياة مستدامة بصفحة ولما نقول حياة مستدامة إحنا برضو نرجع تاني ونتكلم على احتياجات هذه المجتمعات لوجوده في المدن احتياجاته بقى من الطاقة من المصادر الغذاء من المياه إزاي يتعامل مع النفايات وتلوث الهواء والمياه وانبعاثات الكربونية وإزاي نربط ده كله طبعاً المصادر بيبقى حاجات أساسية رئيسية بتعافي المجتمعات والتعايش جوه هذه المدن وربط هذا الكلام بالمصادر بقى الداخل الابتصاد وحلفوز الموارد الطبيعية وتوازن يبقى احنا بنحاول نعلم من قيمة في المدن المستدامة بصفة عامة بنحاول نعلم فيها إزاي يبقى الاستثمار المستدام وإيه هي وسائل الانتاج اللي ما تجرش تاني ولا تبدد ولا تسرف في الموارد الرئاسية وما تجرش على المستقبل واجهة المستقبل وده اللي بيخلي المجتمعات يكون فيها تنظيمية في الانتاج تنظيمية في أو استمرارية في التنظيم للانتاج وإعلاق قيمة التعافي للمجتمع وحفاظاً على حق المجتمعات المستقبلة من هنا بنقدر نقول إن المدن المستدامة ينبغي أن تكون قادرة على إطعام نفسها مع الاعتماد الضئيل على المناطق الغرفية إن يكون عندها مصادر الطاقة وهنا يظهر بقى مفهوم إن احنا عايزين يعني معانا قيمة الطاقة المتجددة لإن زي ما اتفقنا إن الطاقة الفوز الفويل أو الطاقة الأصلية الطبيعية اللي هي الخارجة من مصادر الفحم والبترول والأخشاب والكلام دي كله هذه المصادر يعني بتستنزف بطريعة شديدة جداً جداً وكمان بتزود في التلوث فابتدى يبقى فيه بداء لهذا الكلام وبتدنا نتكلم على إن احنا عايزين نوجد استخدامات أكتر للطاقة المتجددة وأكتر من عشر أنواع من الطاقات المتجددة دلوقتي هي اللي بيتحاول المجتمعات إنها تعلي من قيمتها وتعلي من استهلاكاتها لها من أسس اللي بتبيني عليها المودة مستدامة اللي هي التقليل التلوث وإحنا قلنا إن التلوث ده هو ناتج من استخداماتنا للطاق مصادر الطاقة الرئاسية وكمان حياة المجتمعية المتنية على الإنتاج الصناعي وحتى كمان إنتاج الزراعة المصفحة استخدام الأراضي بكفاءة وهنا بنقدر نقول إن الجور العالي للمجتمعات في الأراضي المحيطة لها أو موجود فيها حياة بنلاقيه في صور إعلاء قيمة إما الزراعات اللي بتاخد من حق الأجيال القادمة فيه استنبات واستزراع أراضي لما يلاقوش أراضي يعرفوا استزراعوها أو إن الأراضي تستخدم بطريقة عشوائية وطريقة غير منظمة بيقلل فيها كفاءة الاستخدام أو استمتاع بالمدن المستدامة وآخر حاجة إن هذه المدن يجب أن تعمل على عادة تدوير وتحويل النفايات سواء كانت إلى طاقة أو سماد أو ده طبعا صعور متعددة لاستغلاكات أو أو يعني التعامل مع المخلفات بالمدن المستدامة طيب نرجع تاني إيبقى إيه هي مواصفات المدن المستدامة إنها بتستخدم نظم زراعية مختلفة بطريقة تقريم مصفات انتقال المواد الرزية احنا بنشوف دلوقتي إن بعض الزراعات دلوقتي بنسميها الزراعات المائية أو الأكابونيك وإن في حاجة اسمها الزراعات الرأسية وفي حاجة اسمها الزراعات الرملية وهكذا ده صور كتيرة جدا جدا ليه؟ لإن في بعض المقامات لا يصلح إن انت تسيب الزراعات بتاعتك في الجو أو المناخ بتاعها أو إن يكون الأراضي بتاعتها شحيحة أو ندرة أو كده زي بعض البلدان فبالتالي بيحتاج إن يوجد البدائل لقلة وندرة الأراضي التي تستخدم في الزراع والتاني مواصفة من مواصفات المدن إنها بتستخدم الطاقة متجددة سواء كان الطاقة الشمسية أو 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 أسف البيوماس أو البيو جاز أو حتى الوين توربين المعالجات الصرف وكل ده كله وغيرها كتير طبعا اللي هي زي طاقة الرياح طاقة التيدل وتقط الأمواج ودي طبعا من الصور المتنوعة العالية جدا جدا والكينيتك إنرجي والحاجات دي كلها دي كلها مصادر طاقة متجددة التالية الدول تشتغل عليها بماس برودكشن جميات ضخمة جدا من إنتاج الطاقة سواء بأنواعها المختلفة عشان أولا يغطوا احتياجاتهم من الطاقة بصفة عامة للمجتمعات الجديدة لتوليد الكهرباء للمجتمعات اللي بتنشأ في المدن المستدامة أو إنها تستغل في الصناعات والزراعات واحتياجات هذه المدن من تغطية الاحتياجات الرئيسية لما بتلينا نقول إن إيه هي استهلاكاتنا للطاقة فبنلاقي إن أحد الاستهلاك العنيف جدا للطاقة هو استخدامنا للمكيفات الهواء وديا بتخلي المكيفات الهواء من ضمن الأسباب الرئيسية أو الأولى في استهلاكنا للطاقة بصفة عامة فإزاي إن إنت توجد بدائل لموضوع استهلاك المكيفات للهواء أو إنك تعمل معالجات ومن ضمن المعالجات دي هي بنسميها إحنا كمعماريين حاجة اسمها الباسف ديزاين وإزاي نعلي قيم كتيرة جدا جدا في الباسف ديزاين وإزاي بنعلي الجرينز بصفة عامة في المباني علشان يقلل استهلاك الطاقة في تكييف الهواء وحتى كمان بنشتغل على مثلا الألوان ودرجات الألوان وأنظمة التهوية الطبيعية ومسطحات زيادة المسطحات الابنائية ومسطحات القضرة عناصر كتيرة جدا جدا في من عناصر اللي بتقلل من احتياجاتنا لمكيفات هواة تستهلك طاقة ديزا من المواصفات المدن المتدامة وسائل النقل وتحسنها وجعلها أكثر ذكاء وهنا بنحاول نخلي هذه وسائل النقل تقلل من استهلاكها للفوزفويل والبترول أو الطاقة الغير متجددة وهنا بيظهر وجود وسائل نقل حديثة اللي هي بتشتغل إما بالطاقة الشمسية أو بتشتغل بالكهرباء أو بتشتغل بوسائل متنموعة لتسهير هذه الوسائل فإحنا أو الكهرباء يعني طبعا زي الميتروات والمنوالات والمموريل وال وحتى الأوتوبيسيات اللي بتشتغل بالكهرباء وطبعا ابتدى يظهر معنا حاجة اسمها الهايبرد ووسائل أخرى أكثر تقدمًا للوقت بيبقى في بعض رخصات إن في بعض المركبات بتشتغل بطاقة الهيدروجين وده هنتبقى برضو من ضمن تحسين لوسائل النقل كسافة البناء برضو منحول في المدن المستدامة إنها ما تكونش علي وبعض الحلول اللي ظهر زي المدن اللي هي على طبقات وطبعا الموضوع المدن على الصباحات ده هو ما هوش حديث لكن هو قديم حديث يعني لكن باختلاف المسمية يعني كانت في أثناء الحرب العالمية التانية كانت المدن خاصة الأوروبية كانت المدن اللي موجودة فوق السطح هي اللي كانت ضرورة للضرب كتير فلاقينا إن مدن كتيرة جداً كانت بتعمل القطارات اللي هي الأندرجراون ودي كانت فكرتها إن يبقى فيه تنقلات للناس لا تتأثر بالضرب اللي بيحصل فوق على السطح ولقينا في محطات الإقامات اللي كانت بيسموها ملاجئ ساعتها لهذه المدن تحت الأرض طبعاً إحنا بنتكلم ده كانت هو في فترة اللي هي الحروب العالمية الأولى والتانية لكن الآن بقى فيه تفكير على إن هذه المدن برضو ترجع تاني تبقى طبقات ولكن زي ما احنا بنشوف مثلاً النموذج اللي عايزين أو عايز بيفكروا في تصميم وتنفيذه في السعودية في منطقة نوم برضو مدينة على طبقات إذن هي حلول متباينة وحلول متنوعة إزاي بيقبل نحاول نقلل فيها البناء أو التأثيرات السلبية لكسفة المباني على الأراضي بتاعتنا الأراضي الموجودة لهذه المدنة ومن ضمن الحاجات المجتمعات ده من المجتمعات ذكية بتحاول إنها توجد لنفسها حلول حتى ولو حلول فردية حلول ليست مبنية على تخطيط مستقبلي وتخطيط مستدام بيظهر مفهوم كلمة الزحف العمراني بطريقة أخرى هو حل يعني حتى لو كان حل غير هندسي أو حل غير مخطط بطريقة جيدة لكن هو حل لإحتياجات الناس للسكن واحتياجات الناس لأنها تتوجد في أماكن فيها فرص العمل أكثر وأقوى من الأماكن اللي هم جايين منها فإنت إزاي إنك يعني تحول هذا الكلام إلى شيء مخطط وشيء مستدام في ده أحد العناصر الرئاسية للمدن مصر من هنا نقدر نقول لو إحنا خدنا قياسة من جمهورية مصر العربية يعني كنموذج وتحديداً محافظة البدن جديد إيه السبب الرئيسي اللي إحنا بنتكلم فيها السبب الرئيسي إن المخطط العام اللي بيحصل في مصر دلوقتي بيتوجه إلي إنه بيشتغل على حاجة اسمها الجيل الرابع من المدن مفهوم كلمة الجيل الرابع بيبقى فيه لابس كتير جداً ما بينه وما بين المدن الزكية الجيل الرابع يشتمل على بعض المدن الزكية لكن هو أكثر جيل من أجيال المدن المستحدثة تقريباً 14 مدينة استحدثت في الفترة الأخرانية بتحاول القرار السيادي إنه يعلي من هذه المدن الجديدة ليه؟ علشان فيه عندنا أزمة في الوادي الكسافة السكانية عالية جداً جداً التوجه إنه يخف الضغط من الكسافة السكانية داية فيه إنشاء مدن جديدة هذا يعني على مستوى مصر كلها لكن لما نيجي نتكلم على محافظة الوادي الجديد وهي ركن عزيز جداً من أو جزء عزيز جداً من مصر كلها بالكامل وهنا بني يظهر بقى في معانا معلومات لازم الناس تاخد بالها منها إن هذه المحافظة طبعاً نافذة تاريخية بسيطة إنها أعلنت رسمياً سنة 61 في عد رئيس مال عبد الناصر وهي من حداثة المحافظة إلا إنها معروفة عنها إن فيها وحاكت موجودة منذ القدر وحنشوف إيه هي هذه الوحاكت طبعاً حالياً بيدير المحافظة هو السيد المحافظ السيد اللي هو محمد زمروغ واركان حاب وهو اللي موجود حالياً وحنشوف الإنجازات اللي ممكن نقول عليها بيتساعد على التنمية المستدامة في هذا المنطقة من سنة 61 المحافظة كانت للأسف الشديد يعني مش عايزة أقول إنها كانت يعني محبورة لكن كانت يعني شب ما بتتحطش في مخططات التنمية وكمعلومات عامة بقى المحافظة دي هي من أطخم ومحافظات مصر أكبرها على الإطلاق من نسبة المساحة بتاعتها 44% من مساحة مصر كلها بالكامل يعني تعادل 440 ألف كيلومتر مربع و66% من مساحة الصحراء بصفة عامة اللي موجودة في مصر الشرقية والغربية هي مكوناتها خمس مراكز رئاسية اللي هي الخارجة والدخلة والفرافرة وبلاط وبريس أنا بتكلم بقى على محافظة فيها مراكز دي هيت وهناعرف لي احنا بنتكلم عليها بصفة مجملة ما بنركزش على مدينة المدينة إن كانت من ضمن الأربعتاشر مدينة في شرق عينات دي هيت تحت خالص أحد المدن اللي هي برضي مستحدثة اللي بيتم فيها التنمية المستدامة للأسف الشديد هذه المحافظة على ضخامتها كلها إنما يقتنها متين تقريباً ستة وخمسين ألف نسمة يعني تقريباً بمعدل فرد لكل اتنين كيلومتر مستدامة من الجميل في هذه المحافظة إن نسبة الأمية فيها لا تتعدل الاتين في المية والجريمة لا تتعدل واحد في الألف المحافظة هي تقع في الجنوب الغربي لجمهورية مصر العربية فبالتالي جواها جواها جو صحراوي صيفها بيبقى جاف لكن في الشتاء بيبقى درجات معتادلة وللأسف الشيء دي طبعاً فيها ندر للأمطار هنا بنيجي في مشكلة رئيسية لمشكلة المياه تتعالج المياه إزاي نشوف كده هو بعض التحليلات لو عملنا سوات أنانيسس المحافظة كلها فبنتكلم بقول إن نقاط القوى بتاعتنا أكبر محافظة إنه في وجود أراضي فيها محتاجة تنمية جميلة جداً فيه قوانين استثنائية للمحافظة فيه اهتمام دلوقتي للقيادة السياسية بالإضافة للتنمية الحضرية اللي موجودة في في جمهورية مصر العربية بتحاولناها دلوقتي تعلي من التنمية المستدامة لهذا المجتمع الغالي علينا اللي هو محافظة الوادي الجديد بنلاقي إن فيه كميات من المياه بنسميه النهرين بيمروا من تحت المحافظة الخزان النوبي ده ده خزان من منابع النيل الرئيسية من أسيوبيا وكهوة بيغزي هذا الخزان النوبي اللي في بعض التقديرات بتصل لأكتر من 100 مليار متر مكعب وفي بعض الأوقات بتصل إلى 300 مليار متر مكعب الرقم بالتحديد لسه يعني ما نقدرش نقول عليه رقم بيئيه لكن فيه مخزون مياه ده وفيه عالي جدا جدا فيها نسبة السطوع الشمسي فيها طبعا عالية جدا إنها تصبح إنها تستخدم فيه الطاقة الشمسية وخلافها فيه وعي بأهمية حماية المجتمع وفيه أبحاث زراعية صحوية جامدة جدا وكتيرة جدا في مركز بخصة الصحواء والزراعة وبنلاقي إن من ضمن النقاط القوة اللي فيها إن فيها هنتكلم على الخدمات الموجودة فيها زي طور ومطارات وكده فيها بعض المناطق اللي ممكن تستغلك مناطق دقيقة رياح القيم والمسلم الأخلاقية الموجودة في المجتمع عالية جدا جدا وهنا بنحطها تنقاط قوة بتحمي المجتمعات من الانهيار الأخلاقي اللي بنشوفه في المجتمعات أخرى البيئة المحافظة المحافظة تقريبا زيرو تلوث يعني لما تيجي تشوف مقارنة بالمساحة الضخمة اللي فيها دهية دهية مهما كان احنا لا نجد فيها هذا التلوث لأنها بيئة صحرية متعافة فبالتالي التعايش فيها والتواجد فيها يحمل من الصحة والخير لأفرادها لو توجهنا في إعلاء قيمة التنمية المستدامة لهذه المحافظة هل يوجد فيها فرص أو فيها فرص كتيرة جدا جدا لأحد الأسباب الرئيسية في منظومة المجتمعات اللي هي التعليم ايه اللي ممكن نستفيد بها برضو التوجه الزراعي اللي موجود فيها موجود بالصفة قوية والغميل جدا جدا التوجه السياحي أو التنوع السياحي العالي جدا جدا وحنشوف الكلام ده كله وإحنا نستعرض المعلومات عن المحافظة طبعا من النقاط الضعف الموجودة اللي تعدد بالسكان ما تناسبش مع المساحة اللي كلها النودرة الأيدي العاملة طبعا عادة سكان أوليفة بالتالي النودرة الأيدي العاملة عادة موجود ساعة اتحادية تربط المدر المعضيها ودي طبعا نقطة بيتحاول الخطط التنمية دلوقتي إنها تعالجها المطارات على المساحة دي كلها محتاج مطارات أكتر وأكتر من كمية المطارات اللي موجودة لسه البنية التحتية بالمحافظة منقرنا بمسطحة طبعا محتاجة صرف مليارات جهنة جدا لكن هي نسبة وتناسب هي بإعلاقة طردية مع حجم السكان وعادة السكان المعالجات الصرف محتاجة طبعا يتعمل لها تقنيات عالية جدا علشان تستغل بصفة عالية لإننا نضرف المياه فبالتالي أحد الحاجات المالولة إنها يتعمل معالجات تقنيات الصرف الجماعيات الأهلية محتاجة إمكانات أكتر دور الأسر المنتجة محتاجة يعني بطريقة كويسة الإستصلاح الزراعي قد تكون عالية تكلفة فبالتالي لازم يكون فيه علول تقدر تغطي احتياجات المجتمع دولية تعافى ما يحتاج دعم من الدولة كتير الخبارات النوعية التعليم تحتاج تنوك عالي النشاطات السياحية محتاجة أنها تعلق في ضعف المشاركات المجتمعية والمسابعات والفعاليات طبعاً لأن الحجم السكاني قليل طبعاً الموضوع بتاع السيانات ضعيف برضو ضعيف شوية بعد المسابات ما بدي المدن لكن هنتقدر كله يعني اللي موجود حالياً إيه وإيه هو احتراطه إحنا بنتكلم بحجم هذه المساحة نحن نتكلم عن 440 ألف كيلومتر مربع يعني إحنا لو قلنا أن مصر كلها عايشة على تمانية في المائة يعني تابعاً تمانين ألف كيلومتر مربع تمانين ألف كيلومتر مربع لو افترضنا أن 440 ألف فيها ما فيهاش بشر فأنت محتاجة أن تكون تفكر أن هذه المساحة بس الوحدة ممكن تغطي خمس أضعاف تعداد السكاني لمصر يعني كأنك تقدر تحط فيها مصف مليار خمسمائة مليون نسمة ممكن يكونوا في هذا المكان وبيلقوا كمان يعني زي أقول اللفظ المصر يعني فيه مسافات كمان بايمية ما بين الناس وبعضية من الفرص اللي موجودة فيه طابة حضارية حلوة قوي ينموا عن مهوية المحافظة ممكن يستغل المسابقات ما بين الأهالي دي بتظهر النواحي جمالية عالية جداً جداً وبالتالي لازم يكونوا تزيد هذه المسابقاته والتالي هي تعمل عليها شوك الأبحاث اللي موجودة السوطات المحلية والعالمية ممكن يستعمل بها لتحقيق التنمية الطرق البرية والمزدوجة تجد تبقى فيه طرق مزدوجة كتير وحنشوف الكلام ده هو في المستغلات اللي جاية المطارات اللي موجودة بنيا التحتية في سن قوانين محافظة سهل عمل للشركات متخصصة استزارة على نباتات قليلة الاحتياج ده كله في الفرص الموجودة لهذه الموجودة الحاجات دي هي طبعاً مساحة الكبر مساحة بيخليها تنوع في استخراج المهات الضوفية وهذا هو طبعاً النقطة قوية جداً جداً لأن المسافات انتها تستخراج المهات الضوفية ما هياش واحدة ما هي السبت ففيه تنوع عالي جداً فيه ابحاث كتيرة جداً اتعملت في هذه المنطقة ومحتاج انها تستكمل بها أكثر من كده فيه مبادرات قوية للمجتمع ومبادرات قوية لأصحاب القرار بيحطوا المجتمع تحت في مواجهة معا يلا بقى تفضل تعال خش في احنا بنعمل المبادرات تعال تعال خش وشارك معنا في هذه المبادرات وبالتالي احنا بنقول لكل المجتمع انه خش ويعمل تطويره تنمية المحافظة نشر ثقافة خدمة المجتمع دي مهمة جداً ودي من الحاجات اللي موجودة بطريقة يعني على قدر الامكان يحتاجة طبعاً دعم لكن هي من الفرص اللي موجودة طبعاً توطين الصناعات الجديدة توطين عمالة امكانية تخل الخبر الإجنبية التنوع البيل عالي زيادة فعل أبناء المدارس اهتمام بزاول احتاجات الخاصة طبعاً فيه مشروع ضخمة جداً ضمن الحاجات اللي كافرص اللي ممكن تكون الملطقة ده هي زي ما قلنا قبل كده ان هي من الأجواء القوية جداً أو قوية المضيفة المقية اللي مفيش فيها تلوث فانت ممكن تكون مماطق لتوطين العلاجات وتوطين المشاريع الصحية في هذه المحافظة ومن ضمن هذه الاجتماعات اهتمام بزاول احتاجاتها التحاصة وفي مركز فعلاً موجود ومركز ضخم موجود في مدينة الخارجة يريتي تكرر منه عشرات المراكز في مستوى المحافظة كلها بالكامل زي ما قلنا البيئة المناخية رائعة جداً بالإضافة لحتى كمان البيئة المكانية مكانية زراعة ناماتية العدوية عمل مراجعة الانتاج الجديد من المحافظة في تهديدات ان فيه للأسف فيه ضعف وجود مستثمرين زحف الرمال نتيجة للتغاير المنافذ بالمحافظة ده هو طبعاً بيتعمل لهم علاجات لكن علاجات على قدر الأفراد اللي هي الزراعات النخيل وزراعات الأشبار اللي هي بتوقف الزحف شوية لكن طبعاً محتاج يكون فيه توجه باستثمارات لهذا المكان نضرة الأمطار بالمحافظة اللي طبعاً يعني بتسبب لنا ان ما فيش ما فيش يعني جديل المياه المياه الدوفية الدرجات الحراية بتساعد على فاقد المياه درجات الحراية العالية طبعاً لكن طبعاً فيه علاجات لها طبعاً لكن هي من ضمن التهديدات اللي نلاقيها حتى عند المزارعين العاديين للأسف الشديد المحافظة هنشوف فيها كم الأثار اللي موجود فيها لكن هي للأسف حتى بعيدة عن خريطة خريطة السياحة العالمية فضلاً يعني محلية حتى كمان وبالتالي دي هي تنظم التهديدات اللي نحاول نحن نعلى فيها اهتبامات المحافظة بها ضعف الميزانيات المخصصة للمحافظة وده هي يعني اتغيرت بعض الصور لها فترة اخرين ده هي المسافات ما بين المدن وبعضها محتاج طبعاً يفهمها مستوعبة لأن ده محتاج أن يكون عن إيتامي عليها مشاريع كتيرة جداً عدم وجود صناعات مكملة بمن ضمن التهديدات الفقر طبعاً بيرتبط بقلة الفرص العمل فلما تكون فيه فرص عمل أكيد الفقر ده وبيقلت زيادة الأسر وحيدة المعيير وده هي بمن ضمن المشاكل نتيجة للأسف الشديد أن العائل أو أحب يجيب أسرته وبعد ما يجيب أسرته بيلاقي نفسه مضطر أنه يسافر أو يسيب عيلته علشان يدور على رزقه في مكان تاني بعد ما كان وطن أسرته في هذا المكان ودي من ضمن المشاكل عدم وجود أنشطة من بشر الأطفال والشباب طبعاً فيه أنشطة لكن مش بالقدر الكافي أننا ندوره عليها أنها تغطي احتياجات المجتمع الموجود هنا وكذلك المسابقات عدم يعني موجود متخصصين لفتحة أسواق لمنتجات المحافظة السماعات المكملة برضو تاني تكلفة البنية التحتية عالية جداً وده هي أثر كامل جداً على احتياجات البنية التحتية للمحافظة المستثمرين جديين في الأول أنها ضعف وجود مستثمرين وفي نفس الوقت أننا نحن عايزين نوجد مستثمرين جديين هي دي يشكلها جداً المحافظة فيها ندرة واضحة للمشاريع الداخلية وقالية للدعاية للمشاريع كلتاعداد الفنادق وخدمات السايح خروج المحافظة من ضمن التحديدات الأزمات السياسية والعالمية كأزمة كورونا أثرت جامد جداً حتى على نشاطات الضعيفة الموجودة للمحافظة المحافظة على الرغم من حجمها ده كله إلا أنها رغم العدد السكان الضعيفة اللي فيها لكن هي حصلت على بعض المركز على مستوى المجتمع المحلي المجتمع المحلي المجتمع المصر للصفة عامة وده بيدي لك فكرة على أن هذه المحافظة على الرغم من إمكانياتها متوضعة إلا أنها بتحافظ على كيامتها فسواء كانت على مستوى المدن فأحد المدن فيها زي الخارجي خادت مركز أول والمستوى المراكز في مدينة مركز ومدينة الداخل برضو خادت مركز ثالث وهكذا الجيد بتدي إيجابية عالية جدا جدا عن التصور لمدى تقدم هذه المحافظة لكتنمية مستدامة وكفكر تطور حضاري لهذه المدن لما ينبص على الخدمات الموجودة في هذه المدن يلاقي أن في فترة وجيزة 2014-2021 زيادت كميات الطرق تقريباً الضعفة في فترة زمنية لا تتجاوز كبن سبع سنة من 2000-22 كم أو يعني 2000-22 كم إلى 4000-22 زيادت الاختمية تقريباً 222 كم وهنا بنتكلم على أن التوجه اللي أنا بقول عليه في الأول هو التوجه التجمية الحضارية للمجتمعات في مصر وفي المحافظة في تركيز على المحافظة في إنشاء المجتمعات تقدر تستوعب أن لو في بدايل عن الوادي أو وجودنا في 8% فهتكون المحافظة هي أحد البدايل القوية جداً النقل البري موجود في المحافظة بطريقة جيدة جداً بتربط كل المراكز المحافظات الأخرى بمحافظة الوادي الجديد وده هي تنقطة قوية لأن طالما أنت وجدت طرق فأصبح النقل البري بقى بطار بساطة يقدر يتعامل مع هذه الطرق وده هي تنقطة قوية إنها بقت ربطت مش بس المدن الداخل المحافظة وكمان المدن الخارجية ودي أحد الحلول للتنمية المستدامة إن أنت تعلم معها قيمة المدن كان فيه خط قطر زمان موجود كان يربط منطقة اسمها أبو طرطوب ودي منطقة مشهور بيها منجم الفوسفات الموجود في المحافظة وهذا المنجم كان حجمه ضخم جداً والغريب إن هذا الخط السكر الحديد كان معمول من أيام الملكية من ملك فاروق وللأسف الشديد أهمل هذا الخط المدن دلوقتي بيعاد سيانته بيعاد تطويره علشان يرجع تاني يشتغل حتى يصل إلى قنة ومن قنة إلى سفاجة فبالتالي هو يستوع بحركة النقل سواء كان رقم الركاب النقل المطاع ده في الخطة الشغالة دلوقتي عليها الوزارات المعنية لتطوير هذا الخط في المحافظة فيه ثلاث مطارات والثلاث بنجد فيه تناوى فيهم مطار شرق العوينات ده مطار موجود أساسا في المنطقة الجنوبية وهو نعني في المقام الأول بالإنتاج الزراعي وإنتاج المنطقة الشرق العوينات مطار الخارجة ده بيبقى لنقل الأفراد وهو مطار واحد بيشتغل نقل الأفراد للأسف المطار الداخلة لا يعمل ولكن محطوط في الخطة في التنمية المطارات يعني فيه دلوقتي خطط ضمن الخطط اللي احنا متكلم عليها إن الخطط التنمية تزيد فيها وعدد الرحاة تزيد فيها وتنوع ما تبقاش كلها بس أو بضايع بس فالتنوع ده هو تحيبقى الخطط هي ده اللي بتتتولاها في المدن الرئيسية اللي فيها بتتتشغل على الجريد على الشبكة الرئيسية وبالتالي احتياجات المحافظة حجما بحجم العماء بحجم الأقفاض الموجودين فهي متكفية جدا ومع ذلك بيزيد دلوقتي في المحافظة مشاريع الاستهلاكات أو مشاريع الطاقة الشمسية وتحويل الاستهلاكات إلى الطاقة الشمسية أكثر من الشبكات الرئيسية من ضمن المماريزات المحافظة أيضا من وضوع الغاز الطبيعي ودخوله في مدينة الخارجة مدينة الخارجة هي المركز الرئيسي أو هي العاصمة للمحافظة وده بنتكلم على أن أحد النقطة القوة كبيرة جدا جدا لتطوير منظومة البنية التحتية للمحافظة أيضا من ضمن الحاجات القوية أن المدن الرئيسية متغطية بشبكات اتصالات قوية وبالتالي ده هي بتدي فرصة للتعايش المستقبلي الجيد لأي مجتمعات حتي تتعايش بعد كده في المحافظة المحافظة ضخمتها إلا فيها لحد لا تغطية نعقولة للفنادق وهنا بنشوف أن الفنادق مما بين 3 مجوم وأربع مجوم وعدد الغرف لحد الولايات 650 نأمل أن يتضاعف هذا الرقم في الفترة القادمة لأن نحن عايزين يعلى المشاريع اللي بتتبني عليها وجود السائح لهذه المحافظة في بنوك موجودة وإن كان يكون لها بنوك محلية في المحافظة وبالتالي أي مستثمر ما عايز يعمل أي بيزنس أو أي شغل هناك حيلاقي كمان خدمة البنوك موجودة المحافظة خلت على أعتقد أنها تكون أول محافظة تعمل حاجة اسمها الحكومة الرقمية أو Digital Government وهنا تدعى يبقى فيه منشآت اتواجدت في المحافظة بتحاول أنها يعلم فهم كلمة الحكومة النموذجية والحكومة المميكنة وده طبعا تحت التنفيذ لكن هي يعني هتكون أول محافظة بيطبق في هذا الكلام بمنشآتها الحديثة للمحافظة بعض المشاركات المجتمعية علشان يعلى برضو مفهوم كلمة التنفيذ المستدامة للمجتمع العامة وهنا بنشوف أن الأدوار بتاعت المحافظة ليست قائمة فقط على المحافظ ولكن المحافظ والجهات المسندة لها علشان يعلى فيها استيخدام أو يعلى فيها تفاعل القرار السياسي والسيادي مع المجتمع فبنلاقي أن المحافظ بيحاول يجيب يستقطب ناس كتير جدا من المحافظات الأخرى فبيحاول أن يبقى فيه شركات بينه وما بين المحافظات الأخرى في جمهورية مصر عبية زي طربية وموفية وقف الشير وبيتبني مباني لهم ومنشآت لهم علشان يبقى فيه أعادة استيطان يعني فيه محافظات كتير جدا في مصر ليس لها ظهير صحراوي والأراضي فيها غالية جدا فالمشكلة أن هذه المحافظات الكسافة السكنية فيها بقت عالية قوي فكان المبادرة التي عملت في المحافظة طيب ما تعالوا يا محافظات دقيقة هاتوا أبنائكم هاتوا أولادكم وتعالوا نعمل لكم مساكن بسيطة ليهم ونحاول أن نحن نعلق قيمة الاتصاب نتقاش مسكن مباس تتولى توزيع أراضي في المحافظة محافظة البادي الجديد وهنا المحافظ بيدي فرصة لهذه المحافظات أنها تتملك حتى العشرة تلف الدان علشان تتوزع على أهالي المحافظات الوحيدة من المبادرات القوية للحكومة أو المحافظة أن عادة تجميل المحافظة على فكرة من أنضف ومن أرقى سبب أنها بتاخد ركز أن الشوارع بتاعتها نظيفة جدا جدا وبني التحتي بتاعتها إلى حد المغطية احتياجات فبنلاقي أن كمان بيكمله المنظومة أن حتى المباني كمان اتدى اتباه فيها شكل جمالي إلى حد ما بيقدر يغطي احتياجات البعد الجمالي لسكان المحافظة كانت الأطفال والطلبة المدارس كلهم كانوا في هذا المحافظة احنا نتكلم على مصر كلها 105 مليون تقريبا فما كانش في اهتمام كتير جدا بالزي الموحد أصبح دلوقتي فيه زي الموحد أولاد المدارس وكل مدرسة أو كل مرحلة سنية معينة لها درجة لون معين مختلفة عن درجة اللون ما بين الولاد والبنات ما بين السن للمراحل السنية مختلفة سريعا برضو نكلم عن مشاريع الموجودة في المحافظة القائمة فيها أهم حاجة فيها الاستثمار الزراعي وده أحد الأسس اللي بيتبني فيها أي استثمار للمحافظة وده زي ما تشايفين كده هو الكميات المزروعة حد دلوقتي في المحافظة يتخطى مليون ونص فدان فأنت بتتكلم على أن أنت عايز يعني يزيد هذا الرقم حين يزيد أحد المشاريع المبادرات القوية جدا جدا لإعلاء القيمة بتاعت الاستثمار الزراعية في المحافظة مشروع القومي اللي هو استصلاح مليون فدان واستصلاح مليون فدان ده غير المليون نص يعني المطلوب في الفترة الجاية ده أن كمان تزيد القصة إلى 2.5 مليون فدان وده رقم أعتقد أنه هيحتاج مجهود جامد جدا جدا ويحتاج مستثمرين كتير علشان يعلى قيمة المليون فدان دول يستصلاح ويستزرع وزي ما قلتلكم وزي ما الصور بينا أن البنية التحتية فعلا بتحاول أنها توجد فرص كبيرة جدا جدا للاستثمرات في هذه المنطقة سواء كانت مادة طرق أو سواء كانت مهالجات المياه أو وجود مياه للشرم ومياه للرأي ومياه الزراعة كل الوسائل دي كلها بنية تحتية عشان نوصل للمليون فدان بطريقة تقدر تغطي احتياجات نصر نحن مش بس نصر لكن احتياجات العالم كمان أنه في فترة ما كنا نغز العالم فكانت يقال في مغض المصادر حاليا دلوقتي موجود في المحافظة 2.5 مليون نخلة المخطط العام يتقب من المحافظة أنها يزيد على 2.5 2.5 ثانيين يعني عايزين يوصلوا ل5 مليون نخلة في محافظة بحجم المحافظة الود الجديد وهي ديت اللي برضو أحد الفرص الاستثمارية العالية جدا جدا لهذه المحافظة كان مخطط أن يتزرع الزيتون على مساحة 1000 فدان لحد دلوقتي المرحلة الأولى وصلوا لـ 100 فدان وده تمخطط أو كمبادرة أطلقت لزراعة الألف فدان الفترة جاية نتمنى أن الموضوع ضواتي يزيد لأن المحافظة من ضمن المناطق القوية جدا للزراعة الأراضي فيها قابلة العفية وقوية تقدر تزرع فيها أنواع كثيرة جدا من الزراعات من ضمن الحاجات المبادرات الموجودة في المحافظة زراعة التوت والتاج الحرير الطبيعي المبادرات اللي هي نباتات الطبية والعطرية وده ضمن الحاجات القوية جدا جدا اللي المحافظة دلوقتي ما تبنيها إنها تقدر تعمل خدمات اللي يحاول أنه يخش في هذا الاستثمار النباتات الطبية والعطرية العوائد الدخمة بتاعتها بتخليها من المشاريع النجحة في المحافظة الاستثمار الدايجيني تدعب فيه اهتمانات قوية جدا جدا في المحافظة للاستثمار الدايجيني وده تبض ونقطة مش بس التغذية الموجودين في المحافظة المتين ستة وخمسين ولكن تتخطاها إلى المحافظات الأخرى والتنمية المستقبلية كتنمية مستدامة وتنمية حضرية للمجتمعات اللي ممكن تقام في هذه المحافظة المستقبلة ان شاء الله فأحد المشاريع القوية ده هي أكتر من مشروع زي ما انتو شايفين كده بأرقام منتكلم على أرقام مش قليلة ضخمة نحتاج أن يكون فيه أضعاف هذه الأرقام ان شاء الله في الفترة الجاية احتياجات المحافظة لأن يكون فيه استثمارات في الصناع قريدي فيه موجود طبعا في حاجات متسجل على الصناعات اللي هي زي إعادة تدوين مخلفات تعدريد النخل مثلا ومثلا إنتاج الصناعات المتابطة بالمستخراجات الأرض مثل البنجر التصناع الفول السوداني والعصائر المربط كل ده موجود حاليا وإن كان مطلوب أنه يزيد الاستثمارات المطلوبة في المحافظة أيضا استثمارات قائمة على نكمل الصناعات المكملة والخدمات المكملة للاستثمار الأولى للاستثمار الزراعي فبيحاول أن يبقى فيه صناعات أخرى تستقطب في المحافظة زي صناعات المصانع الجهزة الرئي الحديثة ومحاطات الطق الشمسية مكينة حفر الأمار تلاجات حفظ الحاصلات الزراعية مصانع تقنيف محتاج الموضوع ده يزيد أكتر وأكتر ويستثمار فيها المحافظة من حجمها الضخمة جدا يوجد فيها معادن كثيرة أول حاجة يستخدم الفوسفات ويفوسفات يستخدم في السناد بكميات ضخمة جدا فبطرطور لكن الحمد لله في معادن كثيرة أيضا وجود زي الحجر الجري يستخدم فيه الأسمنت الجرانيت والبازال تأكسيد الحديد توجد بكميات مش قليلة الرخام الضالة الرمال البيضة وصراعات الإزاز اللي ممكن تعتمد على تمال البيضة وهكذا أنت ممكن تلاقي نفسك بتكلم على أن محافظة مليانة من الفرص إيه هي فرص تحديات إحنا بنحاول نعلم برضو في توجهنا للتنمية الحضرية للمحافظة أنها تكون أول محافظة في مصر صديقة البيئة ومفهوم كلم صديقة البيئة لأنه يتخط مفهوم المشاريع البيتجية أو المشاريع الخدمية الموجودة إحنا بنحاول أنه يبقى المجتمع نفسه كمان يتفاعل مع مفهيم الصديقة البيئة بنحاول أنه نتكلم خلال محاور متعددة زي محاور إسكانون هنشوف نحاول نعلي فيها مفهوم كلمة المباني البيئية المستدامة فيعلم عن المباني الخضرة وده التوجه الجديد للمنشآت الحديث اللي هتبقى موجودة في المحافظة إن شاء الله فترة اللي جاية أنه نشتغل بين البناء بالطين أنت عندك مزارع كتير جدا جدا محتاج أن يكون لها الصراحات محتاج لها أنك نلجأ هيكلية بالخرصان والأسمن طب ما يبني بالطين وبقى في عندنا خبرات متنوعة عالية جدا جدا في البناء بتربة الأرض أو البناء بالطين في هذه المنطقة والتربة كمان هناك بتساعد لحاجة زي كده الطربة هي مال قوية الطفلية بتاعتها بتسافت عالية نقدر يبني بها كوي وممكن يستفاد بأفكار مبتقرة زي ما كنا منتكلم على موضوع مخالفات المخيل فإزاي نحن ممكن نستخدم جزء المخيل في البناء واستكمال موظومة المناء في بعض الأفكار زي البناء بالكونتينيرات وإن كان طبعا النقل فيها حيبقى مكلف شوية لأنك من أقرب مين علشان توصل لي المناطق وهي محتاج فكر كتير في التكلفة دية هتبقى لكن نحن نقول أن لازم تكون تطور الفكر من ضمن الحاجات القوية جدا في استفادتنا من المشاريع الموجودة على مستوى العالم إلى المشاريع الموجودة في دولة الإمارات الشقيقة ونتمنى أن يكون هي التوجه الرئيسي لمصادر التنمية والاقتصاد في دولة الإمارات الشقيقة أنها يتوجه للمحافظة ونتمنى أن يكون أحد هذه التوجهات أن زي ما في مدينة مصدر في أبو الظبي نتمنى أن يكون في مصدر المصرية تبقى في محافظة الوادي الجديدة ونتمنى أن تكون نقطة انطلاقة قوية جدا جدا من هذه القرية أنها تستقطب رجال الأعمال وتستقطب المجتمعات الحديثة أنها تتعايش في محافظة الوادي الجديدة برؤية وفكر جدير وإداعي جديدة بنحاول نعل قيم في تخطيط الروح التنافسية ما بين الأطفال والشباب والفنانين ونعمل مجالات المسابقات بنحاول نعلى هذا الكلام ده كله بنحاول نحن نوجد عناصر جمالية كتير جدا في المحافظة بوجود آريات كتير علشان نعلى فيها الجمال المهاجين والتر والمظلات والأفكار الابداعية الأخرى المدن الرئيسية في المحافظة الداخلة والخارجة انتشف فيها الجنائم والحضائق ونحاول نحن نوجد كيانات تربط المجتمعات بالمدن دهية بطريقة جيدة جدا ونحاول نحن يعلى فيها الاستهدام الجيد للمساحات الموجودة والأفكار الابداعية لهذه المساحات من ضمن الحاجات للتحديات العالية جدا للمحاول نحن نقطيها في المحافظة اللي هو التغذية بالمية ومعالجة الصرف ودهية بيبقى محتاج ان يكون فيه افكار خارج الصندوق زي ما بيقوله والحمد الله ان مراكز البحثية الشغالة على المبادة هو بطريقة جيدة جدا وان كان طبعا بيبقى فيه افكار خارج الصندوق لإمكانية تقليل تكلفة استخراج المياه الجوفية وان كان طبعا استنطار الامطار محتاج لكون فيه صحاب او في الوقت لكن فيه معالجات اصبحت دلوقتي بتقدر تعمل استنطار لامطار وهي نقطة من نقطة اللي هي تفكير عالي جدا فيه معالجة مشكلة المياه في المياه المعالجات الصرف الصحي يبدأ يكون فيه توجه لانها تتطور اكتر واكتر والمعالجات السنائية بقت ثلاثية دلوقتي في المحافظة واعتقد انه لقت كمان فيه مشاريع بتتبني حتتبني على وجود هذه المعالجات المياه الصرف الصحري سواء كانت لعمل طاقة او سماد او خلافه ولكن هي في الاخر احد المشاريع القوية جدا جدا فيه اعلام احتياجنا للمياه في المحافظة طبعا اتكلمنا على ان المحافظة الضخامة الودي الجديد المحافظة اساسا صحراوية فانت عندك سطوع الشمس فيها عالية جدا جدا اضافة انها صحراوية فيها موضوع الرمل فانت محتاج ان انت تستغل الكلام ده هو في الطاقة البديلة نشر فكرة في او ثقافة الطاقة البديلة سواء كانت على مستوى المحليات ومستوى الشوائر وطرق وكمان على مستوى المزارة وده اللي بيتحاول التوجه السياسي ان هو يشتغل عليها دلوقتي زي ما قلنا المجاني حكومية دلوقتي حتى كمان تبقى فيه توجه كامل جدا انها تبقى كلها محمولة مش بس الحلوم المجاني حكومية ومساجد وكنايس كلها تبقى منارة بالطاقة الشمسية وده برضو من الفكر اللي بيه اللي بيه اللي بيه فيها المفهوم استخدامنا كمان للطاقة المتجددة الهيدروجين وكده هو فيه تواجه كامد انها ممكن تكون احد من قاطر قوية جدا جدا للمحافظة ان يكون فيه مشاريع بالشكل ده وبالضخام مضيط محتاج نستوى قويس قوي ان الارض عفية جدا جدا فيه الحافظة وبالتالي نستغل عليها زراعات حتى كمان الزراعات الغير تقليدية زي الغابات البونية والمهوج المرحور والزراعات الأخرى الأخير والأنواع بأنواع كلها المختلفة الزراعات الأكوابونيك وكمان الطبية والعطرية وخلافه وكمان نقدر نجعل فيها الحيواني بطرق أو يعني بحاجات غير تقليدية زي الغزلان والآل والتعام وفيه مشاريع فيه مشروع معامل موجود هناك لكن يبقى زيادة ويكسر فيها هذا المشاريع هو التواجر اللي هتمنى من كل المستثمرين علشان يزيد فيها التنمية المستدامة لهذه المحافظة نحوار الصناعة والتعدين نحن نحاول تكون المحافظة على ساعاتها الضخبة والريدي هي موجود فيها مجمعات صناعية موجودة في مدينة الدخلة والخارجة في مجمعين صناعين ضخم محتاج مستثمرين يعلق فيها صناعات كتيرة متنوعة زي صناعات المخلفات بأنواعها كتيرة اللي دخل في البلاستيكات اللي دخل في المواد البناء اللي دخل في المواد العزل كل كل الصناعات اللي ممكن تطلع من صناعات المخلفات أعتقد أنها تبقى فرصتة قوية جدا في المحافظة كذلك الصناعات العدوية وصناعات التعديل عندنا معادل كتيرة في المحافظة لو فكرنا في مصانع الأسمنت مصانع الرخام مصانع الفرسفات السماد أعتقد أن هي هتبقى نقطة قوية وانطلاقة قوية جدا وإحنا نقول أن نحامة المحافظة تغطي مفهوم كلمة أن حيث تلوس في الجو أو لا أعتقد الموضوع دو حتى لو الدرس من بداية الطريقة صح أعتقد حيبقى نقطة قوة وجذب جدا المستدامين في المحافظة المحافظة يكلمنا عن صناعات المستدامة المحور تعليم وإحنا محور تعليم هنا هو يحاول يعلى فيها مفهوم كلمة الأصل فيها أن نخدم على المجتمع بصفة عام لكن فيه توجه دلوقتي أن التعليم يبقى في خدمة المجتمع المحلي فقط ولكن كمان ممكن يكون توجه أن يخدم المجتمعات الدولية أيضا لأن بيئة زي بيئة المحافظة بيئة قوية جدا وجيدة جدا جدا أن توجد فيها نوعية الغير تقليدية في التعليم يعني مثلا تعليم البيئي زي التعليم الفني اللي محتاج يتفكر بطريقة مختلفة كبيرة جدا أعتقد أن التعليم البيئي إن لو كلمنا فيه بطريقة جيدة من المراحل الثانوية الأولى هنصر أن نفكر بطريقة جيدة أن إزاي يعلى عندنا مفهوك من التعليم الجميع كمان التعليم الفني محتاج كتير جدا لو نحن نتكلم على مشاريع استثمارية المحافظة بتحاول أنها توجد لها الفرص القوية بأنت محتاج تعليم فني عالي يغطي احتياجات تعليم المشاريع الاستثمارية المطبوبة وبالتالي نفكر أن التعليم الفني يكون جنبا إلى جنب التعليم العادي علشان يغطي احتياجات المحافظة في التنمية المستدامة المستقبلية نتكلم على أن المحافظة ذات بيئة طبيعية نقية تساعد على تنمية مهارات الأطفال زي الاحتياجات تتحصى أعتقد أن دا نقطة قوة كبيرة جدا جدا أن أحد المراكز الموجود فيها حاليا تقريبا تقريبا 35 مليون جنيه من منشآت وأجهزة موجود في المحافظة أعتقد أن المحافظة قادرة أنها تتعمل فيها مراكز مش مركز أكثر من مركز نتمنى أن يكون فيه فكر يوجه المحافظة أنها تكون المحافظة تحاول يتعامل فيها جامعة بيئية حاليا المحافظة فيها جامعة واحدة بس لجامعة الودي الجديد لكن نتمنى أن يكون فيها أكثر من جامعة ونشتغل على مفهوم كلمة الجامعة البيئية يعني يبقى عندنا كليات زراعة صحراوية كليات طب المناطق الحرة طب البطري الصحراوي صادولية العضوية العمارة البيئية التقنيات الروبوتية الجيولوجيا والتعديم وعلوم الأقل الصحراوي كل دي هي الكليات ممكن تستحدث فيه جامعة الجامعة البيئية التي نتمنى أنها تنجأ المحافظة السياحة وما أدرك ما السياحة السياحة المنوع العالي اللي تام جدا جدا في هذه المحافظة بيخليك تقول والله أين هذه المحافظة من الأخير من أول ما تلاقي الصياحة أو المناطق الطبيعية زي صحراء البيضة صحراء السودة وجبال الكريستال والسفاة والمغارات اللي موجود فيها أعتقد أنه هتبقى لو حد فكر فيها كاستثمار عالي جدا جدا حتى نقطة قوة أبيرة جدا فإحنا نقول إن إذا كان فيها 650 غرفة فندقية نتمنى أن يتضاعف هذا الرقب لأن نحن في عندنا زحم كبير جدا مش بس الصحة الطبيعية أو الموجودة في بيئة المكان ده كمان في عندنا معابد في معابد هيد سفرعوني معابد القويطة مقابر المدوات مقابر مقابر بلاط قرية القصر الإسلامية درد الغباري كل ده كله تنوع عالي جدا جدا موجود في المحافظة أعتقد أنه هو نقطة قوية ونقطة جذبة عالية جدا جدا لو قيمت فيها مشاريع استثمارية قوية من كده كمان في إيه أنها ممكن تتغل البيئة الصحراوية تعمل فيها محاور للسياحة سواء كان تزحلق على رمال أو 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 سباقات الهجن أو سباقات الرالي أو سباقات البلون أو استغلال أيضا من الحاجات القوية جدا جدا أنه منتشر في محافظة الجياه الكابريتية فنبد أن أحد النقاط القوية جدا جدا اللي بيجي لها السياح من منظر كتير في العالم ونتمنى أن يكون في مشاريع أكتر من كده كمان أن يزيد فيها استثمار السياحة العلاجية في المحافظة لوجود كمية من الأبار الكابريتية العالية الرمال والدفن بالرمال والسحمان بالطم والأعشاب الطبيعية اللي موجودة هناك ثقافة هي جميلة جدا جدا اللي هي المنتجات اليدوية اللي موجودة في المحافظة لها التراث وزخم شعبي عالي جدا جدا يجب أن يستغل بطريقة جيدة جدا للمشاريع الاستثمار السياحي في المحافظة نتمنى أن يكون المحو الرئيسي في هذه المحافظة هو أن نحن نتعمل حاجة اسمها المصاري الأخضر السياحة بالمحافظة وناخد السياح إلى مناطق لم تكن تطاقها قدم في بعض المناطق منصورة من المطارات إلى هذه المناطق أعتقد أن المحافظة لها من الأدوار اللي ممكن تقوم بها كمحافظة تخش فيها هذه المحافظة في خارطة السياحية دوليا ومحلية نحن نحاول ويعلم فيها التنمية المحلية زي ما قولك من أحد المقاط الضعف الموجودة في المحافظة أن هي محتاج أن يهتم بها بالخدمات القائمة على الأسر المنتجة والقائمة على الأسر المعيلة وإزاي أن نحن ندخلها في مفهوم منظومة المصابقات ومنظومة المعارضة الدولية دي محتاج كتير جدا جدا أن نزودها ويعلم فيها الأدوار الموجودة على الرغم من قلتها إلا منحاول بقدم كان أنها تبقى فيها الزخمة عالية أخيرا إحنا كتنمية المستجامة منحاول أن نحن نوصل لهدف وهيس اللي هو إيه إن المحافظة الجديدة دي تكون أول محافظة مصر وخديقة البيئة وده اللي بيوجهنا جامد جدا جدا خدمة المخططات التنمية المستجامة للمحافظة وأنا كده وصلت لنهاية المحاضرة وأرجو أن نكون قطية مفهوم التنمية المستجامة بطلقة جيدة والمثال الحالة الرئيسية لمحافظة البدد لو في حد عنده أي أسئلة يتفضل نفتح المكوط لو في حد عنده أسئلة سألت كرمك دكتور أحنا فتحنا الباب لأسئلة لو حد عنده أي استفسارات طوية سألت للدكتور مسائل خيري دكتور أهلا مسائل مسائل دكتور أهلا أنا كان دكتور برضو يعني باشكو حاليا طبعا المحاضرة فعلا كانت حلوة جدا يعني باشكو عليها أنا عندي بس استفسار هل نقدر إنه نحن نقول إنه فيه مدن تانية أو فيه محافظات تانية جوه مصر ممكن تكون محافظات تديقها للبيئة يعني أعتقد أن التميز بتاع محافظة الواد تزيد إنها محافظة بعيدة عدد السكان أليل فمصادر التلوث أليلة إمكانيات التحسين سهل تحقيقها ومصر منقدر نقول عليها إنها صديقة للبيئة أو بتحاول إنها تتحول إلى إنها تكون مدينة صديقة للبيئة وهل المدر القائمة هي المدن الكبيرة زي ما بنقول القاهرة أو الجيزة أو اسكندرية هل فيه إمكانية إنها تتحول إلى مدن أقل ضرر للبيئة يعني من ضمن سفراء المناخة مبادرة الخاصة بالمناخ والنقطة الخاصة بالستراتيجات التنمية والجلاسيكو 27 والمؤتمر المناخ اللي هيتام في مصر إن شاء الله على آخر السنة المهتم بتناول المناخ أهم النقطة اللي إحنا بنتكلم عنها إن إحنا يبقى فيه توعية بيئية والناس يبقى عندها إدراكة المشاكل البقية اللي إحنا موجودين فيها ومسبباتها فهل ممكن إن الاستراتيجيات دي تكون خلال الفترة دي قابل تطبيقها على محافظات أخرى يعني عشان بس يبقى السؤال واضح السؤال الأولاني هل في محافظات أخرى في مصر بتتبنى نفس استراتيجيات محافظة الوادي الجديد يعني في مثل آخر داخل مصر نقدر نقول إن هي هتبقى محافظة أو بتتحرك إنها تكون محافظة صديقها للبيئة ده السؤال الأولاني السؤال التاني وهل ممكن ونفس السؤال هل ممكن تكون المدن المقربة لزروف الوادي الجديدة نحن تبقى مدن متطرفة مدن بعيدة مدن فيها معدل السكان أقل للتلوث أقل إمكانية التحسين سهلة أو التطوير سهلة نحن نعملها نتيجة ليه وجود عدد سكاني قليل ده موجود ده السؤال الأولاني سؤال التاني هل في حلول خاصة بي المحافظات الضخمة سكانية زي القهراء وسكندرية والجيزة الحكومة بتتجه إنها تسعى إلى تحسين الأداء البيئة فيها ولا من الصعب إن نحن نتحرك في المحافظات اللي فيها معدل اسكان كبير وشكرا جزيلا لحضر أهلا سلام عليكم طيب المفهوم كلمة التنمية المستدامة المفهوم بيجتمع فيه عناصر كتيرة جدا في صنع القرار ونقدر نقول إن يعني الجهة الرئيسية اللي تتبنى هزال التوجه هو أولا وزارة التقسيط ثم ورزبط البيئة كانت الأساس في وزارة البيئة إن كانت هي اللي بتقوم بالدور دهوت على أساس إنها هي اللي بتاعلي قيمة التنمية المستدامة لمفهيم البيئة ومفهيم الاستدامة للمشاريع بتاك من فترة أعتقد إن الوزارة ما بقتش هي الوحيدة اللي معنية بهذا الأساس أصبح في كل محافظة في كل وزارة من الوزارات دلوقت وكل محافظة محافظات أصبح فيه زي فرع للبيئة موجودة جوه الوزارة وجوه المحافظة فإذن اهتمامات البيئة زادت في الفترة الأخمانية دهيت ما بين محافظات وبعضها وبقى التدافس على إن إزاي يعلي قيمة البيئة إحنا منشوف دلوقتي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى كمان في توجهها الجديد لكل المدن الجديدة بيبقى في توجهات كتيرة جدا العناصر كتيرة جدا بتساعد على التنمية المستدامة يعني منشوف المدن الجديدة المدن الجديدة إنها إزاي تعلم المفهوم المماشي حتى في القاهرة حتى في السفندرية حتى في مناطق كتيرة جدا جدا المماشي المماشي اللي بيقدر يخدم المجتمعات علشان يقلل كتير جدا من استهلاكاتنا من أو تلوسات البيئة ل الوسائل النقل بنلاقي من العاصر التنمية المستدامة مثلا توجه كتير جدا دلوقتي السيارات بيقى فيه سيارات بتشتغل على الكهرباء وبقت توجدت محطات للشارجر للكهرباء لشحن البطاريات إذن فيه تنمية فيه تنمية سواء كانت على مستوى السيادي اللي هو مستوى المحافظات أو الوزارات وعلى مستوى المحافظات والمحليات ابتدأ يبقى فيه ابتدأ يزيد كمان مشاريع اللي هي صناعات المخلفات والصناعات القائمة على المواد المخلفات وتحويلها إلى مواد عضوية أو صناعات أخرى ابتدأ فيه توجه وأصبحت تمام الدولة تمام بتتبنى هذه المشاريع وبتعلق فيها قيمة أن يبقى محمية أو لها انتيازات بريفلش عالية شوية علشان يخلي الناس بتشارك في هذا النوع من الاستثمار أنا فهم كويس أن الدولة بتحاول أنها تخش في محطات صعبة كبيرة جدا لها ترك ومات سنين فايتة لكن بياخد وقتها ويمكن اللي بيحصل حتى كمان في زخم التنميل العالية اللي بيحصل في القاهرة وهي أحد النقاط الصخنة الصارخة في موضوع التنميل المستدامة بيحاول أنه يغطي تراكمات سابقة عالية جدا جدا في المعالجات وإن كانت في بعض دراماتيكية شوية هل هذا الكلام يطبق على المدن أو على المحافظات اللي هي النائية المحافظات النائية يعني هي أميز ما فيها أنها قير ملوسة وبالتالي أنها تقبل أنها تكون فيها تنمية مستدامة أعتقد أن في بعض المحافظات التي يشتغل على كده سواء كانت في المحافظات الريسينة أو المحافظات المطروح أو في الودي الجديد بصفتهم المحافظات اللي هي النائية أو المحافظات الأطراف وأعتقد أن حتى كمان المشاريع ده هي تاخد منحة الدولة بتحاول أنها تشجع لكن بيعلى قيمة أن المحافظات الأخرى لنسبة السكان فيها أعلى من محافظة الودي الجديد وهنا ميزة المحافظة الودي الجديد أنها أي تنمية ستتم فيها سيبقى ظهرة وبينة لكل من هو معني بالأمر وكل من هو صاحب قرار أعتقد أن الموضوع محتاج في صبر ولكن صنع قرار باتهدى ياخد باله من هذا التوجه لأن احنا كلنا راحنا على 20-30 نحن نلحق الركب بتاع 20-30 بغض النظر على أن هو هيؤدي إلى خلافات حتى تتم على الدول اللي هي أطلقت مبادراتها ومكملتها أو ما أطلقت مبادراتها نحن نشوف الكلام ده هيبقى عامل إزاي فترة اللي جاية لكن في تصارع تصارع دولي حتى فيه كمان في المشاريع المستقبلية المصر بتتكلم على إزاي على قيمة التنمية المستدامة للمجتمع المصر كل بالكامل أرجو أكون أجابت شوية على السؤال صحيح يا دكتور بس إضافة بعد إذن حضرتك لو أنا عايزة أوصل للمعلومات المحدثة عن مدى التطوير اللي الدولة بتعمله في تحسين البيئي للمحافظات أقدر ألاقي الداتا دي موجودة تبعا لهيئة المجتمعات العمرانية ولا هيئة الاستثمار يعني المصدر اللي حيكون فيه من السهل أن أنا أحصل على الداتا اللي هي تكون واضحة كأرقام كمعدلات وسهل أن أنا أوصل لها مش مجرد أن جالي تنفيذها أو أن من الصعب أن أنا أوصل لمعلومات ممكن تكون لسه ما تطبقتش أو لسه تكون منتظرين إعلانها بشكل رسمي هو هيئة المجتمعات العمرانية جديدة معنيها فقط بالمجتمعات العمرانية جديدة إنما الداتا اللي أنت بتتكلم عليها مش موجودة حتى كمان غير في وزارة التخطيط ووزارة البيئة فده الجهتين الرئيسيتين زي ما قلت في الأول إنهم دول المعنيتين بالموضوع التطوير للتنمية المستدامة أي وزارة تانية هي بيبقى فيها عندها جزء معني ولكن الأصل موجود في التخطيط وفي وزارة البيئة وكل وزارة بقى لها اختصاصات يعني إحنا لما ننكلم مثلا عن التعليم أو التنمية في التعليم أو التنمية مستدامة في التعليم فبتلاقي وزارة التعليم وهكذا الجامعات نفس القصة وهكذا لكن أساسا الداتا دي هي مش هتلاقي موجودة في التخطيط وفي طبعا المجلس الوزراء وهو النقطة الرئيسية اللي ممكن تقدر تخدميها أي داتا لكن وزارة التخطيط ووزارة البيئة اللي هم اهتمت أكتر شكرا جزيلا لحضرت جزيلا جزيلا كل أخر شكرا دكتور ألف شكرا حضرت دكتور الله كرمك دكتور كادم حضرك أي من جدنا أسردنا كلنا أمين رحمد الله دكتور شكرا دكتور ألف شكرا لكم صرفت بكم